اعمال عنف اشتاحت اتلانتا والدوترويت واوكلاند وبورتلاند وغيرها من المدن الاميركية في سابقة هي الاولى من نوعها تعكس هوة الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين الامر الذي استدعى تدخر الشرطة والحرس الوطني لفضها حيث وصفها مسؤولون بواسعة النطاق تلك التي رافقت تظاهرات خلال اعلان النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية الاميركية وسط ترجيحات بتأزم الوضع الامني واعمال العنف خاصة مع وجود تصريحات سابقة ببيع اكثر من 17 مليون قطعة سلاح اشتراها مواطنون تحسبا لاي انفلات امني قد يرافق الانتخابات الرئاسية او يعقبها هي ازمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات الرئاسية الاميركية بحسب خبراء منافسة شرسة بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب يسعى لفترة رئاسية ثانية ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يسعى في الوصول الى البيت الابيض بعد ان فشل في الوصول اليه في محاولتين سابقتين في ظل توقعات بان تكون محاولته الثالثة ربما ثابتة الفرز بدأ في اجواء انتخابية مشحونة كاجواء المناظرات التي سبقته بين المرشحين عداد الفرز كان حاسما وسط تقارب في حصد الاصوات بين المرشحين ما لبث وتسارعت وطيرته وآلت نتائجه الاولية حتى اللحظة لصالح بايدن بمائتين واربعة وستين صوتا في حين الاصوات التي حصل عليها ترامب هي مائتان واربعة عشر صوتا الفارق كبير بين المرشحين فبايدن يحتاج الى ستة اصوات فقط في حين يحتاج ترامب لستة وخمسين صوتا والحسم لا يزال في صناديق خمس ولايات فقط نيفادة التي تبدو انها ديمقراطية حتى اللحظة والولايات التي يبدو انها جمهورية حتى اللحظة ايضا بنسلفانيا جورجيا كارولاين الشمالية والاسكا ومجموع اصوات الولايات الخمس ستين صوتا هي من ستقرر من يكون الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة الامريكية تبادل الاتهامات حول عدم نزاهة عملية العد والفرز بين المرشحين كانت واضحة والادلة الدامغة من الطرفين غائبة ترامب يغرد اوقف عمليات العد وبايدن يرد اكمل عمليات العد والفرز وسط توقعات نشرتها الجارديان بان الوصول الى النتيجة النهائية قد يستغرق اياما او اسابيع وربما اشهر وسط انتظار العالم تخوف عالمي من انجرار الوضع الامني الى ما لا يحمد عقباه مع تهديد الطرفين باللجوء الى المحكمة العليا اشهر